استاذ عبير من اينا تتفضل? السلام عليكم حضرت الشيخ. بخير الحمد الله عليكم سبحانكاته. تفضلي استاذ عبير. انا هنطول عليك شوية عزا نصرح لك بس حكايتي مع جوزي. بس عزاك تقول لي يعني حرام اللي عملي دولة حلاق. طيب يا استاذ عبير بس ما تطوليش قوي عاد. خلاص عاطي يا حضر. تفضلي. انا معي ثلاث اولاد دلوقتي. ثلاثة ايال يعني. طيب. طيب. فجوزي كل ما نطلب منه حاجة شديدة شوية. لازم جبالي مثلا اخيرها يوم. لازم يطلعين يعني. معاليش لحضرة الشيخ يعني اسمعنا. فانا حتى نفتي من كتر الحاجات دي كلها نفتي جفلت منه شوية. ما ما قدراش نمبح فيه. ما قدراش نقول له حاجة يعني. ما قدراش نتعامل معاه. طيب احسألك سؤال. لحسألك سؤال بسيط كده. لو لو حطيتي نفسك مكانه. اه. وهو افل منك. هتتمنى انه هيكلم الكلمة حلوة ولا لا. انا حنتمنى بس دولك بس مسكلة بعيدة. يعني. 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 يعني انا دولك معذاش الكلمة الحلوة. طيب. خليني بس. اقول لك حاجة. طيب خليني اقول لك حاجة. اي. اذا كان المسألة كده. مش لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لاخي ما يحبوا لنفسي. سعلا. بس معنا عن قولك السبب. اه. اه. هو ألا حسألك سؤالة أستاذ عبير إسمك عبير يعني المسألة خفيفة ويسيرة هو احنا مع ربنا بنقول لربنا احنا كده وجد لنا حل ولا احنا مع ربنا نقول ايه ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها مش احنا بنرتقي مع ربنا ولا احنا عاد احنا على كده وعن نفضل على كده يا رب ويسر لنا وغيرهن مش احنا برضو نمشي بالكلام حضرة النبي ادفع باللتي هي أحسن مش ربنا قال لحضرة النبي وهو في أجل قمة الأخلاق ادفع باللتي هي أحسن والكلام ده كان لنا احنا كمان ندفع باللتي هي أحسن مش كده وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ايه علمنا ان الكلام الطيب صدق والصدقة ايه اللي حصل اذا كانت تطفئ غضب الرب فكيف لا تغير حال العبد ماشي فلذلك احنا نمشي جربه واستمره بس هو السؤال بس عارف حضرتك بيقول له ايه فكرة اللي اهو كلام حلو اهو يكي يطمر مش هينفع الطريقة دي صح لا احنا نازم نقول الكلام الحلو وهو حاسس ان هو بكلام حلو طلع من القلب طيب نعمل ايه نتدرب بالتمرين مش احنا لو ايه نحنا كنا بنصلي ومن بندقش حلوة الصلاة بنعمل ايه نسيب الصلاة لا طيب اذا عملنا صدقة وما حسناش ان احنا مخلصين فيها نسيب الصدقة ولا نعمل ايه نستمر ولزاك العبد يطرق الباب حتى يفتح عليه ويقين ان ربنا يفتح عليه ويقين ان هو يتغير طيب ونبي دعينا سيادة الشيخ ان يهديه علينا والنبي طيب ندعي لكم وكل الناس يا رب رأى قلوب الرجالة على الستات وخليهم يا رب يقدروا جمال الكلمات ويا رب رأى قلوب الستات على الرجالة عشان يطبطبوا عليهم ويحنوا عليهم وعشان ربنا سبحانه وتعالى بيحب جبر الخواطر يا رب اجعلهم يا رب يا رب يجبروا خواطر بعض ويروا ان ذلك باب من ابواب مددك وسعدك وهناك اللي بتنزلوا على العباد يا رب اجعلنا نعيش بلا حول ولا قوة الا بالله ومهما وصل نفسنا الى الضيق من شركاء حياتنا نستفتح ابواب رضاك بان احنا نرضيك في اهلنا وناسنا وفي شركاء حياتنا وفي بيوتنا يا رب انت قلت وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا علمنا اني ادفع بالتي احسن وعلمنا كمان حضرة النبي وكان بيخلينا يتأملنا تطبيق عملي ان الحسنات يذهبنا السيئات فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فمن رضي فله الرضا يا رب ردنا بشركاء حياتنا واجعل الكلام الحلوم ويخرج منا لاننا نتقرب منك يا جميل اجعل الست تقول كلام حلو يمسح التعب عن زوجها وجه الرجل يقول كلام حلو يخلي زوجته تحس بان هي اجمل خلق الله وتحس بنعمة ربنا عليها وان ربنا جملها وتحس ان كنها امرأة وكنها انسة دي نعمة من نعم ربنا يا رب اجعلهم يا رب يوصل كل واحد فيهم لآخر عشان يشوف جمالك فيه ويكون يا رب مرآة يظهر فيها تجليات مددك وكرمك ونورك للبيت ده يا رب يا رب اجعل بيوتنا مليانة بالجمال وبالرقة وبالفضل يا رب العالمين اشتركوا في القناة